السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلين وسهلا بكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم إن شاء الله نتكلم على نبتة من أرواع وأجمل النبتات الزينة وهي نبتة الخطمية أو الخطمية أو الخطمي كل هاي أسماء تطلق على هاي النبتة الرائعة طبعا هي نبتة لها فوائد عديدة جدا وتستخدم أيضا في بعض العلاجات وهي سهلة العناية وسهلة الإكتار طبعا تزرع هاي النبتة في مجموعات أو منفردة طبعا أيضا وتزرع في خلف النبتات كتنسيق في الحدائق لطول لارتفاعها يعني هي يصل ارتفاعها تقريبا إلى المترين أو أكثر كما نشاهد في الصورة فهي تتعدى المترين طبعا هاي النبتة ظهرها كل أجزائها مفيدة وتستخدم في بعض العلاجات وهي تتكاثر بالبزور تسمد مرتين في السنة أو مرة بسماد عذوي تزرع في جميع الترب خاصة جيدة الصرفة هي تتحمل أيضا من النبتات التي تتحمل قسوة المناخ تتحمل درجات الحرارة العالية تتحمل أيضا درجات الحرارة المنخفضة وكما ترون مزروعة على الرصيف يعني في تربة قاسية وجافة ولكن نراها تنمو بشكل جيد ومزهرة ويظهر عليها أنها من العام الماضي فهي يعني تزرع يعني تبر نبتة معمرة ومنها أيضا أنواع نباتات حولية فأزهرها تتميز بجمالها وجمال ألوانها طبعا يعني متعددة الألوان منها ألوان كثيرة جدا فترضي كل الأزواق ويعني جميع أجزاء النبتة يأخذ كعلاج ويستخلص منه العلاجات وأيضا لها ألوان عديدة كما ترون اخترت لكم بعض الألوان حتى تتعرفوا أكثر على ألوانها طبعا منها الصهار وألوان عديدة الأصفر والأحمر والأورنج والبنفسج والأبيض كل هاي ألوان طبعا موجودة لهاي النبتة الرائعة طبعا الألوان تزرع يعني النبتة تزرع على مجموعات أو منفردة وتستخدم في تستخدم أجزاء النبتة جميعها أزهار وأوراق وجزور في بعض العلاجات عفونا الله وإياكم فتستخدم لعلاج الربو وعلاج الجهاز التنفسي وأيضا هي مدرة للبولف تستخدم كمشروب كالشاي وأيضا تدخل في بعض العلاجات ومنها أيضا مستخلصات موجودة بالصيدليات لبعض الأمراض وأيضا هي من النباتات الطبية المفيدة جدا لها العديد والعديد من الفوائد فهذا ليس مقام للتحدث عن فوائدها أو العلاجات فإحنا نتحدث عن طريقة الزراعة فهي تزرع أو تتكاثر بالبزور وتزرع في فصل طبعا في أي وقت من السنة تزرع البزور ويفضل زراعتها في فصل الربيع وتكون مزهرة طول فترة الصيف وطبعا بعض أنواعها يكون تتأثر بالبرودة فيموت النمو الخضري ولكن يضل الجزور للعام المقبل أو فترة الربيع للفترة كما تلاحظون في الصورة أمامنا يعني هذا يعني دليل على أنها كانت في فترة الشتاء متيبسة النمو الخضري متيبس تماما ولكن الجزور تنمو وتتجدد في الفصل الربيع ويتجدد نشاط النبتة من جديد وتنمو نبتة جديدة بفضل الله وتكسوها الأزهار الجميلة التي ترواها وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هذه النبتة الرائعة فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا لايك والشير والاشتراك بالقناة ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر